ومعنا من العاصمة الجزائر خالد رارنيا صحفية المفرج عنها في إطار العفو الرئاسي عن معتقلية الحراك في أول مقابلة مباشرة مع قناة تلفزيونية بعد الإفراج عنها سيد خالد أهلا مرحبا بك عودة حميدة بداية إلى كنف الحرية وحضن الأهل مجددا بعفو رئاسي وليس ببراءة ما شعورك وأنت خارج أسوار السجن أهلا بكم وشكرا لكم أيضا يعني في الحقيقة أنا لم أستفد من عفو رئاسي لأن العفو الرئاسي مسى المحكمين عليهم وأنا لم يتم علي الحكم النهائي بما أنني قمت بتعن بالنقض لدى المحكمة العليا الذي سيدرس يوم الخميس 25 فبراير أنا استفدت من إفراج مؤقت لأن الطريقة القانونية الوحيدة التي كانت ممكن تخرجني من السجن هو طلب الإفراج المؤقت الذي قمت به يوم أمس بطلب من السلطات القضائية فأنا أنتظر بفريق الصبل يوم 25 فبراير لنرى ماذا ستقوله المحكمة العليا الجزائرية حول الطعن بالنقض الذي تقدمته ضد محاكمتي الثانية وإذا خرجت بإفراج مؤقت لماذا تزامن خروجك بنفس توقيت الإفراج الذي مس بعض المعتقلين في الحراك بناء على عفو رئاسي أكيد هذا قرار من السلطات الجزائرية هذا شيء مؤكد بما أننا خرجنا نفس اليوم والأغلبية خرجت يوم أمس والبعض خرجوا هذا اليوم ولكن يوم أمس يعني الخروج كان يخص الذين استفادوا من عفو رئاسي وهم المحكمين نهائيا وأنا لست منهم لمأنني لست محكم نهائي وأنا من بين الأشخاص الذين استفادوا من قبول الإفراج المؤقته لكن هو عفو بصفة غير مباشرة لأنني لا أستطيع قانونيا أن أستفيد من العفو ولكن هذا يدخل طبعا في إطالة السلطات التي أرادت أن تخرجنا في نفس اليوم كيف ترى تهم التي أدنت بها؟ كيف أراها؟ يجب أن أقرأ الحكم الذي أدانني يوم العاشر من أود ثم يوم الخامس عشر من سبتمبر أنا صحفي وكل جزائريين والعالم يعرف أنه صحفي إلا المحكمة التي أقرد بأنني لست صحفي بما أن المحكمة في حكمها الأول ثم في حكمها الثاني بمجلس قضاء الجزائر قضت بأنني لم أثبت للعدالة الجزائرية بأنني صحفي وهي تعتبر أن الإثبات يأتي عن طريق بطاقة أنا لست بحاجة إلى بطاقة ولا لست بحاجة إلى وثيقة ولا إلى ورقة لأثبت أنني صحفي الكل يعرف حتى الذين اتهموني بأنني لست صحفي وهم كانوا حاضرين في الاستوديوهات وأنا استجوبتهم بنفسي كصحفي يعلمون بمسيرتك صحفية صحيح وفي الميدان خاصة كيف تنظر سيد خالد إلى ربما هذا القرار الرئاسي الذي يأتي بعد أيام فقط من الذكرى الثانية للحراك الشعبي أنا لما تم الإفراج عني أمس لم أكن أعرف أني العدد الدقيق للمفراجين أنا سعيد طبعا بأنني حر رغم أنني كنت حر بالرغم من أنني كنت في السجن أنا كنت دائما حر في عقلي وفي ذهني وفي تصرفاتي وفي ممارسة مهامي قبل السجن وبعد السجن طبعا ولكن كما قلته أمس قوله اليوم إن كان هناك سجين واحد إن كان هناك معتقل واحد فإننا كلنا معتقلون وأتمنى أن يطلق صراح كل المعتقلين وأتمنى خاصة أن لا يزج بهم في السجن مرة ثانية كما جرى في 2020 بهذا الإجراء في رأيك هل استطاعت الدولة أن تبني جسر ثقة بينها وبينها شارع مجددا يعني بعدما تقطعت وصاله يعني وهل الحوار السياسي باتت له أرضية مهيئة لبدئه؟ أنا لا أعرف إن كان قرار واحد يكفي أن يبني جسر لأن الجسر يجب الكثير من القرارات الكثير من حسن نية وأنا لا أفقد الأمل طبعا لا أفقد الأمل لأنني متفائل ودوما متفائل وأتمنى أن يسمع صوت الجزائريين الذي هو صوت الحرية الذي هو صوت الانعتاق الذي هو صوت المسيرات السلمية ولكنني أعتبر نفسي كصحفي ولست كرجل سياسي وأنا معركتي الوحيدة والتي هي معركة كبيرة هي معركتي من أجل حرية الصحافة ومن أجل الممارسة الصحفية بكل حرية بكل استقلالية وبكل مهنية وسأواصل معركتي هذه الصحفية من أجل صحافة حرة ومستقلة في الجزائر طيب لو نتحدث كذلك في نقطة أخرى عن الحراك الشعبي في هذا الإطار هل عودة الحراك بزخم انطلاق هي واردة؟ وهل سنراك مجددا في صفوف الأولى للحراك؟ إين انطلق مجددا؟ أنا لا يمكنني أن أعطيك إجابة دقيقة لأنني كنت في السجن منذ 11 أشهر ومصدري الوحيد للمعلومات هي النشرة الثامنة لتلفزيون العمومي فأدعوك تفهمين مصداقية المعلومات التي كنت أتلقاها بالرغم من أنني كنت ألتقي بالمحامين كل يوم والذي كانوا يحاولون أن أعطي بعض المعلومات ذو مصداقية ولكن أنا ما أتمناه هو أن يسمع صوت الجزائريين الذي بدأ في 22 فبراير 2019 والذي كما قاله البعض كان صوتا أبهر العالم بهذه المسيرات المليونية والتي كانت سلمية وكانت حضرية وكانت قانونية مثل ما يقول بعض رجال السياسة فلا يجب أن نعبت بهذه الأصوات يجب أن نستمع إليها يجب أن نفهمها يجب أن تحترمها ويجب أن نبني جميعا جزائر حرة وجزائر الجزائريين جميل جدا سيد خالد كيف ترد على من وصفك بين قوسين خبارجي؟ أنا لما سمعت هذه الكلمة تذكرت التلفزيون العمومي والسلطات الجزائرية لما اتهمت لخضر بورقعة من أكبر أبطال الثولة الجزائرية بأنه ليس مجهد وليس بطل فقلت أنا لست أحسن من لخضر بورقعة إن اتهمنا من أكبر أبطالنا بأنه ليس مجهد وليس بطل فمن أكون أنا ولكن هذا النوع من الاتهامات نحن معتدين عليها في الجزائر لما نريد أن نحاول أن نشويها شخص نقول بأنه يشتغل مع الخارج ويشتغل مع القوات الأجنبية ومع الأياد الخارجية فهذا اتهام نحن معتدين به ولما نتهمك بذلك فهذا يعني بأنك ليس لك أي علاقة بهذه الاتهامات وأتذكر من بين الاعتقالات التي تعرضت لها في السنة الماضية لما كانوا يقولوني كأول سؤال هل أنت وطني؟ يعني هناك العديد من الأشخاص يعتقدون في الجزائر إن اختلفنا معهم في الرأي فنحن لسنا وطنيون أنا أعتقد بأنهم هم أيضا يحبون الوطن ونحن نحب الوطن ولكن حبنا مختلف ويجب أن يحترم الكل اختلاف الآخر جميل جدا تيفي سينك مون ترحب بك مجددا للعمل معها ستتحق بالقناة أو لديك مشاريع أخرى ضمن الإطار الإعلامي أم ستعيد كذلك إطلاق الموقع قصبة خيبين أنا لي مشروع واحد ووحيد هو عودتي إلى ممارسة هذه المهنة الرائعة التي أمارسها منذ 15 سنة هنا في الجزائر وأنا لا أعرف أمارس مهنة عدا هذه المهنة الرائعة التي حبتها منذ أول يوم وأحبتها أكثر منذ أن بدأ هذا الحراك لأنني اعتبرت بأنني كانت لي هذه المسئولية كصحف حر ومستقل ومهني أن أغطي هذه المسيرة بكل صدق سأعود إلى ممارسة مهام هذه المهنة الرائعة التي تعرفينها أنت أيضا رسبة خيبين طبعا هذا الموقع الذي أسسته في 2017 في أول نوفمبر 2017 إلى كل من يتهموني بأنني لست وطني لم أختار هذا التاريخ بالصدفة طبعا القيام بالموقع كصبة خيبين العودة إلى تيفيسانك موند التي سندتني منذ أول يوم منذ أول دقيقة منذ أول ساعة خاصة مع منظمة مرسلنا بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وكل المنظمات التي دافعت عني كصحفي أنا أكل لهم كل الشكر وكل إمتنان إلى كل الجزائريين إلى الصحفيين والمحامين إلى كل جملائي في الخارج وإلى كل من سندوني في كل دول العالم أترك لك مجال كذلك إن ودت أن ترسل برسالة عبر هذا الحوار وكذلك ربما سؤالي ما هو الشيء الذي افتقدته جدا وأنت داخل أسوار السجن كنت أقول افتقدت الحرية ولكن لما تكون معتقل رائي أو سجن سياسي لأننا كنا سجناء سياسيين بدون أي شك لا نفتقد الحرية لأننا نبقى أحرار حتى ولو كنا في زنزانات وهذا الشيء المهم الذي يجب أن نحافظ على حريتنا يجب أن نحافظ على مبادئنا يجب أن نحافظ على قناعاتنا ويجب أن نقول ونعترف بصفة مباشرة بأن في هذه الحالة السجن هي مرحلة مهمة وهي مرحلة لا نستطيع أن نتفدها لما نريد أن نمارس هذه المهنة بكل صدق وبكل حرية أنا تقبلت السجن بكل صراحة تقبلت رغم أنني كنت مقتنع بأن مكاني ليس في السجن ولكن بصفة أخرى ربما في هذه الحالة من الحالات المكاني كان في السجن في الجزائر لأنني مارست صحافة حقيقية أعجبت الجزائريين وأعجبت كل من كان يتبعون أنا افتقدت إلى العائلة طبعا إلى الأصدقاء إلى كل من كانوا يتابعوني وأريد أن أعتذر إليهم عن غيابي لمدة سنة ولكن لأسباب طبعا يمكن أن يتفهمها الجميع رسالتك طبعا رسالتي هي رسالة شكر إلى كل من آمن بي وإلى كل من آمن بمعتقلين الرأي إن كانوا السياسيون أم لا لأنني أعتبر نفسي أكثر يعني صحفي من أي شيء أي شيء آخر ولم أكن الصحفي الوحيد الذي هو في السجن هناك كانوا صحفيين آخرين كانوا في السجن هناك صحفيين آخرين سيمثلون أمام المحكمة يوم الثنين مارس مثل الصحفية الشجاع سعيد بودور أشكر كل من سندني في الجزائر واخر الجزائر وريد أن أقول لهم بأن مساندتكم وتضامنكم مهم جدا ساعدنا على أن نحتمل السجن وتضامنكم هو دليل على براءتنا شكرا لكم سنتابع قضيتك دائما ونشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الذي خصصته لقناة الحرة الأمريكية شكرا خالد درارنيا الصحفي المفرج عنه في إطار العفو الرئاسي عن معتقلية الحراك في أول مقابلة مباشرة مع قناة الحرة شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم